أهلاً أعزائي المشاهدين المسيح غافر الخطايا شفنا من بشارة مرقص الإصحاح الثاني أن المسيح فعلاً يقدر أن يغفر الخطايا هو غفر على فكرة للعديد من الناس خلينا أرجع وأكد لأن هذه القصة بتتكلم بإسهاب غفر أولاً لهذا المفلوج في بشارة مرقص إصحاح الثانيين وقلنا أنه برهن على علمه الغير محدود هو علم قلوب المتدينين وعلم علم حالة هذا المريض يعني طبعاً أنه كان يحتاج أكثر من الشفاء الجسدي والأهم يحتاج الشفاء الروحي من الخطية وهذا يقود إلى الحياة الأبدية وهذا الشيء مهم جداً ومكتوب علم إيمانهم يعني إيمان الأربعة اللي حملوا هذا المفلوج واضح أنه هو العالم بكل شيء ولأنه غفر الخطية نرى أيضاً سلطانه الغير محدود قال مغفورة لك خطيئك فقط الله هو الذي يغفر الخطايا نرى أيضاً سلطانه الغير محدود